ميكان موغى تأخذ الشباب من الأطلس وشوش كان تدلهم الفحص الطبية في المغرب ويطب عليها على صدره إذا تحرك لا يدوش وكانوا يأخذهم لكي يخدموا في المناجم للفحم الحزاري في فرنسا ميكان هولندا تأخذ الناس من المغرب الهولندا ويخدموا 18 ساعة في اليوم والمغرب كان فرحان لأنهم تدخلوا العملة الصعبة هذا النس هذا الجيل اللي يبنى واحد لمنزله من أجل أنه يقضي فيه إما العطلة ديره أو بعد الشهور لما يأخذ التقاعد ديره هناك اللي شمتوهم في التقاعد ومحسبوا ليهمش السنوات كلها وصبحوا تأخذوا واحد المبلغ اللي هو أقل ما يقع من حد الأذنى دي الأجور كان اللي يبقى تليميتين للأورولة تلتمية وتد تزيد لي هذه الدولة باش أنه على الأقل يمكن يعيش جيتوا ثم ووقعتوا الاتفاقية للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضريبية وما قلتوش هاد الناس اللي خدموا حياتهم باش يوفر ذلك المنزيل أنه نديروا أحد البونت في ذلك الاتفاقية ونشرط على الحماية دي هاد الناس هادو دي هاد مغاربة العالم لا تتكلمش اللي تيتحايل على المصالح الاجتماعية وعلى الضرائب تنتكلم على الناس اللي إما أخذ الدار عن إرته وإما عن توفير وسنوات دي الكد والعمل وتجي بشرة قلم وتنكروا لا تنكروا ويأتي بعض المسؤولين ويقول لك لو حقا رأى الخبر المغرمة لا يعطيش المعطيات والمعلومات رأى كالناس الآن في بلجيكا في هولندا في فرنسا في اسبانيا في إيطاليا ما هي هذه الدول تتوصلوا برسائل إما من عند إدارة الضرائب أو من عند المصالح الاجتماعية وعند المصالح الاجتماعية تيجي بدولي الصوار ديال الدار دياله في المغرب شكو اللي أعطاهم هدي المعلومات شكو اللي يوراهم هدي العنوان إذا تبالي يجنون هم اللي يمشوا ويجابوا هدي المعلومات فرحمة بهذه الدولة المغربية أنها تحافظ على المعطيات الشخصية وأقول المعطيات الشخصية والمعلومات ديال هدي الناس اللي يشتغلوا بجد وضحوا من أجل أنهم يوفروا واحد الشكان اللي يمكن يجمعهم في آخر اللي همار ديالهم مدير اشتركوا في القناة شكرا